السلام عليكم يعطيكم العافية طلاب العاشر ان شاء الله اليوم نعطيكم الدرس الخامس وهو ما قبل الأخير في مادة الثقافي المالية وهو درس الممارسات المالية غير المسؤولة الوكالات الوكالات باختصار هي انه انا اعطي مهمة لغيري للقيام بها نتيجة انا لانشغالي او عدم القيام بها اما لمرض او لعمل وهاي الوكالة لها تعريف وإلها عناصر وكيل وموكل ووكالة اضافة لها انواع عند وكالة خاصة او وكالة عامة بالاضافة عندي ارشادات عند كتابة هاي الوكالة وتحذيرات عند كتابة هاي الوكالة حتى لا يتم منقوة فيها ننتقل لتذكر الوكالة هو عقد يعين بموجبه الموكل شخصا يتولى اتمام عمل او اعمال عدة مثل البيع والشراء نيابة عنه او بدلا منه الوكالة هي عقد يعين بموجبه الوكيل والموكل والسبب او الهدف لاثمام عمل او اعمال عدة عمل يعني انا هيك اعطته وكالة خاصة انت فقط بيع لي هذا البيت ووكلتك بهذا الامر عقد كتبت فيه النسيين من الناس وكل صاد لبيع هذا البيت فاذا انتهت العملية انتهت الوكالة فاذا كانت اعمال عدة وانا اعطيته كامل الحقوق على املاكي انه يتصرف فيها هيك انا معطيه وكالة عامة هيك اخذنا نوعين للوكالات عامة وخاصة طيب باقي عناصر الوكالة الوكيل هو الشخص المفوض المخول قانونيا باتمام عمل او اعمال عدة والموكل هو الشخص الذي يفوض اخر قانونيا اتمام عمل او اعمال عدة الوكيل هو الشخص صار مخول قانونيا اما الموكل هو الشخص الذي قام بتوكيل احدا الاشخاص طيب حتى تكون الوكالة صحيحة وخالة من العيوب يجب توافر الشروط الاتية واحد ان يكون الموكل والوكيل حق التصرف في الشيء الموكل اللي به انهم يكونوا مالكين مثلا للشيء بديم تصرفه فيه مثلا اجي انا احكي وكلت افلا من الناس انه يبيع بيت سمير طب اوكي سمير هو وحر بماله انا شو دخلني واللي وكلت شو دخله فلازم نكون الا حق التصرف الشيء الموكل به اثنين ان يكون الموكل والوكيل جائزية التصرف انه يكون بالغ عاقل وانه يكون بعقله مش مجنون ثلاثة ان يكون العمل الموكل به مشروعا فلا يجوز التوكل عن الاخرين في العمال المحرم اربعة ان يكون العمل الموكل به مما تدخله النياب النياب انك تنوب عني انه انت ممكن انك انت تقوم عني في هذا العمل اما في امور العبادات مثل الصلاة ما بزغط النياب عنها الاخرين فيها نجعل انواع الوكالات يجب ما حكينا قبل شوي عندي عامة وعندي خاصة الخاصة هي التوكيل بفعل معين وقد تحدد بتاريخ معين فمثلا اذا اعطت لبنى صديقتها مونة توكيلا خاصا لبيقة الارض تملكها فان مونة فان مونة تكون موكلة فقط ببيع الارض بحيث تنتهي هذه الوكالة لحظة البيع اذا بعد الارض خلاص الوكالة هيك انتهت وانتهى مفعولها مقرونا بايش بشرط اللي هو شرط المدة وعند النوع الثاني الوكالة العامة يقصد بها توكيل الوكيل بأدة اعمال نيابة عن الموكل طيب متى تنتهي الوكالة عندي اربع حالات انتهاء المدة المحددة في عقد التوكيل اثنين اتمام العمل موكل به في حال كانت وكالة خاصة او اذا كانت اذا كانت خاصة اذا كانت عامة مرضو انا معطي انه يخلص الاملاك الاندي بيع لسيارة وبيت وارض اذا باع لي اياهم اوكي وكانت وكالة عامة اذا هيك انتهت وتمت عملية البيع والشراء لهذه الاملاك انتهت الوكالة وثلاثة وفاة الموكل او الوكيل اربع الغاية الموكل حقت الوكالة واخر ناخد اشهدات خاصة باستخدام الوكالات في النقطة الثقة اهم الشخص يكون من اشخاص الموطوق بهم اثنين خاصة الوكالة اداء عمال معينة من مدة محددة والاحسن انه احصل الوكالة في عمل معين في مدة معينة وفي حال انا بحاجة اني اجددها ارجع اجددها اما اعطي شخص طفويت كامل في تصرف في املاكي او في الوكالة هيك ممكن تكون علي اناقيها ضرغ اذا ما كان هذا الشخص تقى وثلاثة توقع الحيطة والحذر عند تبقي الاشخاص والاحسن لازم ظل اتابع انا مسجدات الوكالة بكل شي ننتقل الان لأسئلة الدرس كل ما يكون مواجب انه اسئلة مباشرة وتبعثون لي الله اعطيكم العافية شكرا